منكمل معكم مشاهدين صبحياتنا نهار الأحد من بعد الغذاء الروحي من روح إلى الغذاء الجسدي مع اقتصاصية التغذية ميرنا الفتى وميرنا يعني بعرف أنها وفية ومخلصة للأو تي في بالدرجة الأولى لبرنامج يوم جديد كمان بالدرجة الأولى وخاصة عم بتزيمن اليوم اطلالتنا بعد يومين من احتفالنا بالعيد الأربط عشر للأو تي في وميرنا الفتى من البداية كانت معنا عمر نحن وياك ميرنا صح 14 سنة مش هينة صح بالمية يا رب والترجم هذا الوفا تي جاه شخصيا في موضوع حكينا فيه إذا بتتذكره مش خمس تشهر خمس أسابيع خمس أسابيع خمس أسابيع ومش عم بتساقب أنه منلتقى نهار الأحد لما عرفت أنه أنا قدت الموضوع اليوم هيدا نفصل على إياسك لأن حكينا بلقاء سابق وقلنا بدنا نعمل حلقة لنشوف يعني شو الإشارات اللي بيعطينا إياها جسمنا بتدلنا على مشاكل معين نقص فيتامين معادن أو يمكن إنذار لحالات مرضية صح ممكن يعني تعترضنا وإن شاء الله بالسلامة للجميع ميرنا من ويا بدنا ندق جرس الإنذار رح بليش لحتى ما كتير من خلبة القصص لأنه الأفكار كتيرة والأمراض كتيرة رح بليش تدريجيا من شعرنا لإجرينا عقد ما معنا وقت منحكي أوكي رح بليش بالشعر إجمالا أول ما بيلاقوا الأشخاص أنه يعني شعرهم عم بيهر أو تعبنين دغرة تلقائيا شعري عم بيهر بروح بسناول أنينة بيوتين أو علبة بيوتين ببلش بالأحبوب من القصص الغلط للشعر اللي الرئيق اللي كتير ناعم ورئيق فيكون بس دليل على نقص بالفيتامين A ونقص الفيتامين A يعني لو أنا أخد بيوتين من اليوم لبعد مئة سنة مش هيدا هو الحل نقص الفيتامين A للتسكير فيتامين A يعني كل شي لونه من الفواكة والخضرة لونه أحمر أو لونه أورانج والقليل من اللي لونه أخضر بس ما نركز أحمر وأورانج يعني من البطاطا الحلوة للشمندر للجزر هو كلهم بيكونوا موجودين بكمية لازم نتناولهم بشكل كتير كبير وللتسكير تجسمي يمتصهم متل ما لازم كتير منيح أني أخد معهم شوية لوز أو جوز أو إذا بيحملوا ملعة زيت زيتون صغيرة مندخلهم لأنه الفيتامين A بيحب الدهون كمانا شعرنا عم بيهر مش إذا لقيت يعني شعري عم بيهر وعم بيهر بشكل شوي أكتر من ما لازم بغر ساعتها لازم فكر عنها بالزانك ولازم فكر بالحديد بالأخص عند النساء زانك وحديد هيدا إذا بس عندهر شعر مع تكسير ضفير خفيف نعم بس خلي أستوى فيك لحظة لأن قلت الشعر الرئيق مش هيك أوقات في أولادي يعني بيكونوا صغار شعرهم رئيق يعني ما بيكون عندهم هالعباوة بالشعر ناعم رئيق مش إنه خفيف هدل هدل شو بيكون هن وصغار عندهم هيدا ناقص كمان أول شي في عنده أول شي الولد الصغير كل أولاد الصغير شعره رح يكون كتير رئيق رح يكون هيك هدل الصغير لا يصيروا يقصوا ولا يصيروا يتعلموا ويهتموا فيها أول شغلة تاني شغلة عندك جان عندك ويراتة يعني ما في يقول ليك والله إذا بس بدي الخبرية هي خبرية حديد وبدو يصير شعركم مليان وعباوة لكن كلنا هتمينا بشعراتنا وما حدا خسر خسر ولا شعره من راسه لا فإذا في عند الوراتة عامل كتير أساسي نوعية الشعر هي كمان أساسية والبقوة أنا عم بحكي هلأ اليوم إذا عنده شي تغيرات عن حياة العادية حسات كان شعره عبه وكله حيوية فجأة لقيته تعبين لقيته ومن دون ما يكون أكيد عم بستعمل صبغاته ونزعته وحرقته يعني نوعية الشعره عم بتصير هدلة فإذا بنتبه عم بيهر شعره بكسافة بنتبه كمان فيكن حديد وفيكن زنك نحن عم نحكي أنا وياك على الألارمات الكبيرة اللي لازم انتبه لهم مش أنه أنا خلقت وعشت بكل هيدا لا بس لأن لفتني الموضوع لأن بسمع أولاد عم بيقول شعره كتير خفيفة كتير ناعم أنه بكرة بس تكبر بدأت تتعذب بشعره هلأ بوجود الاكستنشن يعني ما حدا عم يتعذب عم نشوف شعر عبه وطويل ويلطي بجنين طبعا بس أنه الفكرة أكيد اهتم بشعرات خارجيا واهتم بصحتها داخليا هيدا إذا كنت عم بحكي عن الشعر بس كمان في كتير قصص جاية مع الشعر هلأ منحكيها تدريجيا بمجرد ما انتقل على العين رح بالحالة يرجع أطلع للشعر ملا ما نحس العين مثلا إذا أشخاص عم بتحس عندها تنفخ بعينها بالأخص التنفخ إذا كان عم يستمر أنا من الصبح لعشية عم بحس بتنفخ بعيني بنتبه في كل نوع من أنواع الحساسية بدي نبش على شو أنا عم بعمل حساسية وبدأ ينتبه طبعا بدي يكون نام يعني بعطي أول فترة لحالة فترة من الراحة أنا عم بنام إذا أنا عم بنام راح التورم ما بين شي أنا التورم عم بيكون كبير عندي مع حك مرات مع أحمرار معنيت أنا عم بعمل حساسية على شي فيكون شي كتير بايخ فيكون التأس حوالي فيكون يمكن مغيرين دول غسيل يمكن مغيرين البرفان اللي بنحطها هي اللي عم تعمل لها الورم ومع الأحمرار وفيكون حساسيات بجسمة مخباية وحساسيات شوي غريبة يعني مثلا حدا عنده حساسية على لاتاكس مثلا يعني هو نوع من أنواع اللي موجود بقلب الفواكة كتير أنواع الفواكة بتتكنسل طيب خلينا أسألك سؤال هون عن نفخة العين أوقات لما منكون متقلين بالشرب قبل بليلة من قوم تاني يوم عيوننا مننفخين بدي أوصل لك نت كمانا إذا أنا اليوم نمت وقمت يعني نمت وقمت بس يوم لأيومين لقيت أنه تحت عيوني منفخين شوي مش معناتها مشكلة لأنه هيدا معناتها لا من بعد الشرب بوعا بجبج نوسة جسمي بيحبس مي بس يحبس مي بالوجه بيحبس هون بتلاقي دقنك كبران نتفي عرضان ومنلاقي عندنا شوية شوية هيكاة تنفخ تحت العين هلأ كمان الانتفاخ تحت العين لوقت طويل كمان في يكون بس خبرية نقص بالمي يعني بشرب مي بخفف من هيدا الانتفاخ فقت اليوم منفخين عيوني أنا برأي تفاحة خضرة وكبيتان مي هاو دول كتير بيساعدوا تقبلشوا يظهروا هزا ويد المي اللي موجودة بجسمي وبنهاراتي بشرب مي واذا بقدر ما عندي مشاكل بمعت بتحمل نوس الحامض لانو الحامض طبيعيا ديوريتيك بيضهر المي من الجسم في اتنى يوم ما عندي هالورم بس في اشخاص بتقلك وهي دي من الاكتر القصص اللي أنا بلاقيها كتير بشوفها كتير بالعيادة عندي بيوعى بجبجين عيوني ساعتين زمان ما بقى عندي تبجبج بآخر لنهار عندي ورم باجرية بسأل سؤالين ثلاثة عم تتعب؟ عم بيهروا شعراتك الضفير عم يتكسروا عم نلعب سوينج بالمود عم بتحس لسانك والتم تبعنا مش متل ما نحنا معودين عليه فيه تغير بليز روحوا في عصر الغده هاو من القصص اللي بتقول نحنا عنا تأثير بالغده مرات كمان العين بس تحس حدا عنده عين عينه عادية مش خلق عيونه جاحزة عيونه كتير عادية فجأة بأسبوع أسبوعين لقيت عيونه عم بتصير جاحزة ولقيته عم بيضعف شوي كمان قل له هيدا الضعف مع هالعيون اللي شوي دهر على برا ايجال انت ممكن يكون عندك فأفرات بالنشاط بالغده بليز عمولة تأسأش تتشوف شو وضع الغده لأنه إذا نحنا هملنا هيدا الموضوع كبت الغده كل السم بجسمك السموم اللي عم بتكبه بجسمك هريت لك عدمك غيرت لك كتير سيستامات بجسمك لعند النساء وعند الرجال مرات كل السم بس بتكبه بتبدي جايستيف تبعك عندك اوجاع بمعتك ما عم تفهم حالك بس هي خبرية كسل او افرات بنشاطه منكفي عناوياك حتى تنقول عن تحكي عن الشفاف مثلا الشفاف في كتير اشخاص هلا بالاخص بهدا تغيير التأس والسقعة بيقشبوا شفافهم منقل لهم شربوا مي اذا تأشير خفيف لشفاف معناتها من دي السيني عندي نقص بالمي بجسمي صار عندي اكتر من تأشير عم بحس دي بلاك عم بيكونوا على اوات بيصيبه تشققات وبينزل دم تشققات في نبس بمجرد عغيار التأس اللي نحن فيه سقعة وبرد يعني تغيير المناخ وبشرب مي بحال المشكلة مرات في دي بلاك بيد بتصير تأشعهم الاشخاص بيصيروا يتخلصوا منهم ويرجعوا يطلع لهم دي بلاك تانيين هاو دي بدي انتبه هاو دولي فيكون عنده نقص بالزنك وفيكون عنده بليز علارم عم بيقول فيه التهاب جواني بجسمنا نفكر كيف بدنا نحله بس هيدا منه مرتبط بس بفصل الشتة والسقعة مية بالمية هيدا بيكون على مدار السنة يعني بفصل السنة بيكون عنده هالتشققات مية بالمية تشققات تتغير لون شفتي يعني عم تتصير غامعة أكتر عنده دي بلاك بيد شقف بيد بقدر هيك شيلهم بإيدي هاو دي شقف دليل انه أنا في عندي التهاب شو ويني مفيني ممنوع اسكتله بفود بعمل فحص ده بنبش على شو أنا وين عند الناس هاو دولي مرات كتير علارماتي علي حرام ما نقشعهم مانو دليل على شي محدد يعني دغري مانو دليل التهاب غير ما نعمل فحص دي بيين علينا مية بالمية اللسان بيعطيني أوضح من الشفة اللسان بيفضح أكتر مثلا إذا عندي تشاؤعات باللسان عادية دغري بقول اشربوا ماي سافا أو اكلين شوية حار اكلين شي شوي إيريتان إذا عجلكم معدتكن اشربوا شوية ماي إذا كان في عندي قافت باللسان بقلكم انتبهوا يمكن معجئين شوي بمعدتكن البكتيريا اللي موجودة بالمعدة مانا كتير سليمة حاليا تعالوا نحنا نفكر منزيد شوي أكل الكبيس منزيد شوي أكل اللبن منكن نحنا فتنا بدباجة صحية أكتر نظموا حياتكن تترجع هيدا البكتيريا تقوى أكتر بس إذا أنا لقيت مثلا هاللسان عم بيكون فيه أبيض هيدا البيض هيكس الكبير على اللسان في عندي مثلا دليل أنه في عندي كانديدا بقلب معدتي كانديدا يعني نوع من أنواع الفطريات هيدا أنا فتت بيتونال كتير كبير لأنه العالم بتقل أكسفها يلا شوية أبيض يمكن ما بعرف شو أكلها يومين ثلاثة مش يعني التهاب والكانديدا مش بسهولة بيفحزها خطور من من لقيها يعني منتعذب لتتشخص الكانديدا ومن الأقصص اللي دغري فيه شفية اكتشفها هي بلسانة والكانديدا علاجها أدوية وعلاجها كتير دايت دايت شو يعني كانديدا فطريات الفطريات شو بيحبوه السكر والنشويات المنطق بيقول بدي خفيف سكر نشويات و بدي خفيف الطحين هون المشكل لأنه نحنا غزائنا كتير بيتركز على الطحين وطوابع بدون يصيروا يتخففوا بشكل كتير كبير وقلب الجر الخبرية شهور تنصح كمانا لساننا متشقق وحسين حالنا معه شوية التعب معه تغيير بلون باللون وأكيد أنا شربت ماي ومشفت أبيض أبدا على لساني بخاف من الفيتامين A بخاف من الزنك وبخاف من الحديد عادة من القصص اللي مننبش عليها غير إنه عم بهروا شعرات ويتكسروا ضفيرة من القصص اللي منقولة للحديد الحديد والفيتامين بيدوز مع بعض لانتنيناتون دليل إنه فقر دم منقول لأشخاص انتبهوا لسانكن عم بتحسوا في تغيير فيه أنت أنا وقفة على المرأة عم بتطلع عم بشوف هودول البابي هودول النقط الحمر واضحين إذا مش واضحين فيه نقص انتبهوا عليهم تنكفى بعد الزيادة بالفم مرات بالفم بيطلع لنا ريحة مش كتير حلوة هيدا الريحة اللي مش كتير حلوة كمان فيها أول شي بنا نقول صحة الأسنان نتأكد مية بالمية نتأكد من صحة الأسنان إنه هن نضاف ما في عنا جير بأسنان نالعن 80 بالمية من الخبرية هي بس صحة الأسنان 20 بالمية من الخبرية هي المعدة وما تنسوا فيه كمية كتير صغيرة تراص دليل انتبهوا إذا عندكم مشاكل بالقلب لأنه كمان الليسان اللي التم هو الأساس عن القلب يعني يا معالم عنده فيروس صغير بيتمها بينتقل هالفيروس على القلب وبتعمل بريكارديد بتعمل التهاب بغشها القلب والعكس كمان القلب بيعطينا أنزار من عبر عبر اللسة طبعي انتبهوا انتبهوا لازم يعني في عنده مشاكل انتبهولا زيادة الأشخاص اللي في عندهم عطول نزيف بالنيرة كيف ما بيدقوا بيتمهم بحسوا أنه أنا عنده نزيف عطول أول شغلة من أولى أكيد إذا عم بتدخن أنت عم تأذنيرتك دونك فيكون الدخان هو الأساس إذا بتاخد مشروبات سخنة كتير وباردة كتير كمان فيكون الأساس من فرش سنيننا بشكل عشوائي كمان بيكون في أساس بس كمان في نقص الفيتامين سا يعلي الفيتامين سا كتير أساسي نقصه أول ثاني بيعطيني ببلي ببليش كل ما دق بنير تاني بتخسر بتخسر من الدم بلوس أنا بتناول الفيتامين سا مثل ما لازم نيرت نظيف صر تعامل كل تريتمون لازم وأنا ما بدخن ساعتها بقوله بليز شيك على شيك على السكري عندكن لأنه من القصص اللي بتعطينا أنه أنا في عندي مشكلة بداية سكري هي هالنزيف اللي عم تعمله النيرة الفجائة وهيدا النزيف بيكون يا سبب ويا سكري نوع أول أو حتى سكري نوع تاني مش ضروري بس يكون التاني دونك فينا نشوفها كتير عند الولاد كمان كفة أنا بياك على تزيحات اللي من لقيها على الرأبة سرتول اللي من لقيها عند الولاد شو هي شو أصد بالتزيحات يعني هيك خيوط رفيعة سودة تعمل تصبغات بالرأبة كتير من لقيها عند الأشخاص اللي عندهم وزن زايد نحنا منفكر احتكاك الجلد على بعضه منصير نقلي في خبار كلا مش هيك كلا كلا احتكاك نحنا منصير نقول هيدا احتكاك الجلد أو يمكن هيدا الشخص ما بيهتم بنظافته الشخصية بشكل كتير منيح اكزامبي كله نغلط هيدا أول ما شوف حدا أنه عنده شوية تصبغات على الرأبة أو أول سيني أنا شخصيا بنتبه له هو هود التصبغات تقول انتبهوا أنتو برزيستانس على الانسولين شو يعني رزيستانس على الانسولين أول درجات مقاومة السكرة بجسمنا دغرة بتبين وتكون بعد دقيقة أكتر مش بس منشوفه تصبغات بتلاحظ أنه عندك مثل درانات صغيرة موجودة على الرأبة موجودة شوي بمناطق بجسم الشخص هيك فجأة ندفع على الكتاف ندفع على الصدر ندفع على الإيد هودة الدرانات إذا نحنا هملناها يعني شفتون وكترت بالخبرية ممكن تبين على الإيدان ممكن يبينوا على الركاب ممكن يبينوا على الإجران من ميلة جوا هودو لسو سون ديستين أنه نحنا بمرحلة مقاومة الانسولين ما انتبهنا لا نحنا رحنا على السكرة وطلقائيا يا إلي أول ما منعيلي جهيد الموضوع بخسارة الوزن وتعامل الشخص أنه هو مريض سكرة بيختفه هؤلقصص بيختفه كليا ما بيعود فيه أسر أبدا أبدا يعني أداة إشارات نحنا مثل ما قلت منستلشق فيها بس أداة بتكون دقيقة وأداة إذا منحفظها ومنطبقها نصير قادرين نطبق حالنا منعرف يعني شو نقصنا يعني نروح عند الطبيب نقل له هيك 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 بنا مية بالمية وعن جد يعني ما نستلشق بولا شي بيصير معنا كمان هلا رح أرجع للعين لأنه عن جد يتلك الخبرية كتير براسة معلومات كتير كبيرة بحبون كتير هيدا الدمان غرامة فقد ما بتطلع فيه قد ما بتضلك ضعيف بيضل في كتير خبار حلو نحكي فيها مثلا العين الأتنف تريد نحنا عنا بالعيلة مثلا أشخاص عندها سكليروز أو التصلب اللواحي كيف أول سيني بتكتشفه أنه أنت عرضة للتصلب اللواحي لأنه سأرديتار يعني من توارسه مثلا إذا جيت قلتلي اليوم أنا عندي شوية رفت عين بيلك نام شوية ينقصك شوية نوم بس إذا قلتلي يا ميرنا عم تتكرر رفت العين أنا عندي وبعرف أنا من الإسوار أنه في حدا عنده سكليروز عم بلك بيلك أول سيني عم يعطيك جسمك أنه أنت عرضة كفة بالبيلان طبعاك لأنه هيدا أندستيني اللي عم بيقلي سكليروز عم بتدق بيبنا دونك قبل ما أنا بنعرف أنه مثل هيك مالادي بفوت فيها ما فينا أطلع مننا بس كمانا بقدر جرب تجنب شوية بقدر لقي أنا شوية يعني حاويت حالي لحتى ما يكبروا المشاكل اللي عندي إياهن كمانا مثلا حتى هيدا رفت العين لصغيرة ما عنا سكليروز عم بلاك أنا مني تعبين بلك انتبهلي على الكالسيوم وانتبهلي كمانا زيادة على المانيازيوم كالسيوم ومانيازيوم مش إكيليبري بجسمي بيعملولي هيدا الرفة بنتبهلن بزيد الأكبر بالكالسيوم كلنا بنعرف لبنة وجبنة وحليب وبيض وشوية بركولي إذا على الأشخاص بتاخدهم من مصدر النباتة وشوية تحبوب المانيازيوم كمانا بنعرف بالكاكاو باللوز بالجوز صاروا كتير كتير أو حتى بالسبانغ نقدر ندخلهم ميرنا التيلة بدي أوصل للعين وارجع للشعر لأنه مرتبطين ببعضهم أنا خطر على بالي السؤال لما بيكون في عنا هالنوع من رقية الشعر أو من تساقط الشعر أو من عدم الغزل الكامل لشعر سليم هيدا الشي إله علاقة بالحواش بالرموش ولا مختلفين عن بعضهم كل واحد مصادره مختلفة عن التاني كلنا لي على بعضنا يعني الشعر الرقيق النعم إجال أكيد لرموش نعمة عم بيهر شعري بشكل كبير لأنه أنا عندي فقر دم أو أنا عندنا قصب الزنك أو أنا عندي مشكلة بالغدة الدرقية اللي دغري الشخص لازم يقفره عم بيهر شعري كتير عم بيكسب وزن عم بنصح من هيد المنطقة عم بحس حالة تعبين بصعوبة عم بقوم الصبح من الفرشة عم بالصبح وعيوني بجبجين بآخر النهار جري ورمينين وهيدا التعب الكونتيني اللي نحنا فيه بلوس يعني مش عم بيكل عم بيزيد وزنه عنده امساك امساك مستمر ومالي بالعادة يكون عنده مشكلة امساك اقال روحه وفحصه الغدة فيه تكون الغدة الكسلينة فيه تكون الغدة اللي بس هالعام لالتهاب خفيف بشوي الدواء من صح وما بترجع لكسلينة ولا بترجع نشيطة عنده هار شعر كتير كبير عم بهر حتى عم بفقد شعر من رموشة عنده لأ عيوني بالعكس مثل ما قلنا صارت جوح صار اكتر عم بفوت عطوالات بشكل كتير كبير يعني عم بحس عم بتغدى دغري برجع بفوت عطوالات بنهارات مرتين ثلاثة معتة عم بتكون اكتر مش كتير عم بتكون شدة معتة مزاجة عم بيتقلب عصبية ما عم في نام كتير منيح بالليل كل الوقت عم ضلني عندي فرط بالنشاط فيني لو انا كبيرة بالعمر فيه نضي في البيت كله وارجع بعد رح عامر سبار من بعد انتبهوا هيدا الغدة عم تفرز الزيادة مطم بستو فيها سما عم يأزينها يعني هي الافراط بافراز الغدة مثل يعني الانخفاض بافراز اتنينتهم بيعملوا مشاكل اتنينتهم مشاكل وبتنتهي الخبرية بترجع اتنينتهم تنحل بيدواء نعيش حياتنا كل الوقت عليه ومنه مشكلة ابدا هاي شاغلة اذا بعد بدنا نكف كتير في عصص يعني منضلنا بمجال الراس لان بعد ما عدي اقتين ثلاثة منضل بمجال الراس او اذا بعد في شي يعني لا بالراس طبعا ما بخلص اوكي ما بخلص انا وياك مثلا نعمل بارتول لبقى اقسام الجسم مية بالمية كمان هيك هيك عم نحكي بعدنا باجواء الرأس انا شخص ما عم بنام منيح ما عم بنام منيح عطول عم بحس عندي وجع براسي هيدا الوجع البرراس مرة حكينا انا وياك انتبهوا وجع الراس ايقال مرات في افراط بتناول الاسبارتام والاساسيسيو الفامكا وكل هالاخبار انتبهولون فيكون منن بلوس اذا انا ما عم بنام منيح بليز ركزولي على الكالسيوم والمانيازيوم بليز مش بس اوكي بعرف التليفون بعرف السترس اللي احنا فيه بعرف كل هالاخبار كلهم بأسروا على القلق اللي احنا عم نعمله بس لحتى يترقل لش ارمونات دماغي تكون فايق انا متل ما لازم يكون فايق بليز انتبهوا على الكالسيوم والمانيازيوم لانه كل ما نمنا منيح كل ما ارمونات وهوضة اساسية نقص الكالسيوم بجسمنا غير انه العظم وغير انه منعمل ترق وغير انه منتعب هيدا طبيعي طبيعي صير بس نقص الكالسيوم فيه كمان يوديلي للسكرة نقص الكالسيوم والمانيازيوم فيه يوديلي لمزاج مش حلو يفوتنا بدباجة اكتئاب وانا ما عنده هالمشكلة طيب بمقابل يعني قلة النوم والقلق ووجع الرأس في حالات نوم مستمر يعني اذا بصروا لناموا 24 ساعة على 24 ما بيقولوا لا اذا مش طبيعتي اذا انا شخص كنت نام خمس ست ساعات وعيش نهار كتير عادة فجأة انا عم بنام وقت طويل بقول للاشخاص انتبهولي على الفيتامين D انتبهولي كتير على الغدة انتبهولي على البيدوز والحديد نقص الحديد نقص البيدوز بيعملوا فقر دم فقر الدم اللي بتاعب اللي بخليني نام كل الوقت عند الفيتامين D نقصه من العوارد اللي بيعملها غير انه سكت الركاب يلي عطول بقولها ما تقبلوا تحسوا بسكت ركابكن وما تحكوا بنقص الفيتامين D عندكن زيادة نقص الفيتامين D بيعمل كسل بيعمل وجع بالجسم كيف ما بتدق بجسمك موجوع وانت مش طبيعتك والصبح ما فيه وحد يقوم منفرشتهم مرتاح هيدا معناتا بليز انتبهوا نقص الفيتامين D تكفي بعد شغلة عن العيون تأختم فيها تأختم فيها الوجه نشفين العيون نحنا مع العمر بتنشفوا عيون بنشفوا عيوننا طبعا هون ما رأي أحكي عن اللانطية ما رأي أحكي عن الصهر ما رأي أحكي عن الألقال بس بدي أقول انتبهوا أدوية الاكتئاب بنشفوا العيون وإذا نحنا عم نلاقي أدوية الضغط وأدوية الاكتئاب بنشفوا أنا عم بشرب مي عم باخد هودول الأدوية أو ما عم باخد هودول الأدوية وعندنا شفان وكمان أحكي عننا شفان إقال حكي بالعين بدأت تصير زيادة وما عم بحس أنه عم تفرز الدموع مثل ما هنه انتبهوا هودولي سين أنه أنا في عندي أمراض التهابية مزمنة بجسمي ما أستخف فيها أعمل بلان أكتشف شو هي فيكن التهاب خفيف بمسرانة بس أنه طبيبة دكتور أنيس رزق طبيب العيون بتفوت اللي عنده على الكلينيك دخان السيجارة بخسرنا لمعة العيون وهل الرطوب اللي بنشوفها بالعين لما بيعرفنا إن بدخن بقال لي شوف راه يعني إلى جانب الألكول والإشي اللي حكيت هيها الدخان يعني دخنة السيجارة كتير مضرة مضرة لعينك مضرة للبشرة بتعمل لتجاعيد زيادة وبليز جوانيا مضرة للفسي ما كنا نحكي كتير ب سوري رح أقولها هيك يعني ما كنا نحكي كتير بسرطان المثانة هلأ سرنا نحكي فيها بشكل كتير كبير لأنه نحنا كمية الدخان عم بتزيد عنا كتير بغض النظر عن هيدا يمكن عاسترس أو 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 هو عم بيبين فيه تواليل بالوقت اللي ما كنا كتير نحكي عنهم هو عم بيبين فيه كانسير جواني بس من وراء هالدخان هو الشي الأساسي اللي عم بوصل له لهالجقصص فبزا أن لازم ندق جرس الإنزار على التخفيف من التدخين لمرحلة الأقلية عن التدخين نهائيا تعرفي بكرة إن شاء الله على رأس السنة كلنا منحط بدنا نعمل هيك وبدنا نعمل هيك على السنة الجديدة تتخلص من هيدا العادة من هيدا القافة إلا ما هونالك بتقطع السنة وبتجي سنة من بعد ومنرجع بنحط ذات الأهداف لأن بدأ بدأ إرادة لكن اللي ما عنده إرادة في شي نقص معين ممكن يدلنا أنه ما عندك إرادة تقدر توصل للهدف ما حدا ما عنده إرادة هون بده يقتنع مهم دماغنا يقتنع ونحنا نكون بدنا نعمل هيد الشي ميرنا بتوعدين أنه نكمل طبعا لأن حبات كتير يعني اليوم بدأ أرجع أحضر الحلقة صراحة أنه بدي تسجلهم لأن قد ما بقدر يعني بتذكر بس لازم ما سجلهم أنه المشاهدين كمان عملوا مثلي بترجع بتنعاد الحلقة على السايت الو تي في على يوتيوب ابتداء من الظهريات بتبلش تشوفه يعني بتعملوا هيك ريسورتش على ميرنا الفتى يوم جديد بتاريخ اليوم و تي في وأكيد بتحضروا الحلقة لأنه كتير مهمين النقاط اللي قلت لهم فضيعة عن جد بيصيروا معنا كلنا سوا بس ما منتبه لهم منروح لأبسط الأمور يعني أشرب وشفافة لبستك مش الحال وارتحنا خبار وشكال مننسى أنه قد في مشاكل من جوا عم بيدقلنا الألارم أنه يا جماعة نتبهوا على حالكم في عندكم مشكلة معينة عالجوا شو بدألك ميرنا مارسي بتكفيك أنا بدألكم مارسي منحبك كتير ومنقدرك كتير ومنقدر يعني كل المجهود اللي بتعمليه بالبحث عن موضوع والتحضير لأله من كافة جوانبه واللي بحبه و دايما بقوله للصبايا مع كل الكروديوسرز اللي بيتعامنوا على يوم جديد أنه ميرنا كيف ما زدتينا أي سؤال تجي واقف مع هيدا السؤال وعلى أده لبل بتعطينا أكتر وبتخذنا لمطارح جانبية فيعطيك العافيكين ديك تقولي شي سبا بعد في كثير قصص براسة للحلقة الجاية شكرا لألك ميرنا الفتاة اقتصاصية تغذية وصحة عامة شكرا لحضورك معنا مون ديماش شكرا للمشاهدين